لبيك اللهم لبيك أذن تسمع وعين تدمع في رحاب الحرم المكي ثمت مشهد غير اعتيادي فرض على الأمة تحت وقع الجائحة العالمية فلأول مرة في تاريخ المعاصر لن يتجاوز عدد الحجاج هذا الموسم عشرة آلاف بعد أن كانت الكعبة مقصد الملايين كل سنة وفي كم مناسبة ومن ضيوف الرحمن الذين استطاعوا سبيلاً أداء الشعيرة امتثلوا كلهم لإجراءات غير مسبوقة بداية بالفحص الاستباقي لتأكد من خلو الحاج من أعراض كورونا حتى قبل الوصول إلى مكة كما يتوجب على الحجاج التحرك ضمن مسارات منظمة لتفادي التلاقي والازدحام إضافة إلى المراقبة الدائمة لدرجة حرارة الحجاج مع منع لمس الكعبة وفرض تعقيم واسع في محيطها في عيد السنة وحجها حناجر ترفع صوتها عالياً داعية أن ينقضي الوباء والبلاء وأن ينزل الشفاء وأن تمتلئ مكة من جديد بالحجاج والمصلين لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون